اشتركوا في القناة نعم وذلك بتنظيم من المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد وبالتعاون مع الاتحاد البحريني لرفع الأثقال ومنظمة خالد بن حمد الرياضية وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن نجاح تنظيم مملكة البحرين لفعاليات أسبوع القوة 2022 والذي تضمن إقامة بطولة أقوى رجل خليجي جاء بفضل ما يحظى به قطاع الرياضة في المملكة من رعاية ودعم من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى وكدا سموه أن الدعم الملكي السامي ساهم في أن تعيش الحركة الرياضية البحرينية عصرا مزدهرا مليئا بالإنجازات ودفعها لأن تتبوى مكانة مرموقة على الصعيد العالمي وعرب سموه عن سعادته الكبيرة بالمستويات المتميزة التي قدمها المتسابقون المشاركون في منافسات بطولة أقوى رجل خليجي والتي برهنت على الاستعدادات القوية والتي خاضها المتسابقون تحضيرا للمشاركة في هذه البطولة معكس ما يتمتعون به من قدرات عالية سهمت في نجاح هذا الحدث وقال سموه مستمرون في مبادراتنا الدائمة للرياضة البحرينية والمساهمة في الارتقاء بالحركة الرياضية الخليجية من خلال توفير الظروف المثالية للرياضيين الممارسين لهذه الأنواع من الرياضات لخوض المنافسات وسط أجواء من الحماس والإثارة والتحدي على الشكل الذي يساهم في ظهار المواهب والعناصر الرياضية ويسهم في تشكيل الفرق والمنتخبات القادرة على التمثيل المشرف للبحرين ودول المنطقة على مستوى البطولات القارية والدولية مؤكدا سموه أن المجتمعات الرياضية الخليجية شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الممارسين لهذه الرياضات والتي تسهم في اكتساب التغير الصحي والقوة البدنية وتدفعهم نحو العطاء وبدل الجهود لخدمة مجتمعاتهم وأوطانهم في مختلف المجالات ولا سيما الرياضي مضيفا أن إقامة مثل هذه البطولات على أرض مملكة البحرين تعزز جهودنا المبذولة في دعم السياحة الرياضية للتأكيد على دور الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤى البحرين رؤية البحرين 2030 مشيدا سموه بالجهود المتميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة في إبراز وإنجاح هذا الملتقى الرياضي مهني أن سموه الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنيا حظا أوفر لبقية المشاركين في البطولات القادمة هذا وكانت منافسات اليوم الأخير من فعالية أسبوع القوة 2022 قد شهدت إقامة بطولة أقوى رجل خليجي بمشاركة 12 متسابقا من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وشهدت البطولة إقامة أربع مسابقات في الوزن الثقيل وهي مشية السقاي ورفع النخلة وسحب السيارة والرفعة المميتة حيث نجح المتسابق حسين علي جمعة من إحراز المركز الأول فيما حصل المتسابق سلمان سالم على المركز الثاني بينما حل المتسابق يعقوب إبراهيم في المركز الثالث ترجمة نانسي قنقر